النهاردة الصبح في أحد البرامج برضو حصلت وقعة غريبة جدا مديعة شابة بتسأل أحد النقاد الرياضيين المحترمين وبتقول له هو ليه كهرباء مكمل مسلسل عدم الالتزام وليه كهرباء المسلسل ده متجدد عنده ومش جديد يعني على طول بيعمل كده يعني وكل ما يلتزم يرجع يعمل مشكلة تانية فأكيد انت عندك كواليس يحكي لنا طبعا بالنسبة لي صيغة السؤال دي هي أغرب صيغة السؤال حصلت في الفترة الأخيرة يعني صيغة السؤال غريبة جدا الحقيقة أستاذ حسام زايد ضيف محترم اتصدم الحقيقة من صيغة السؤال وقال ان يا جماعة في بيان رسمي صدر من النادي الأهلي وقال انه كابتن خالد بيبو لم يوقع أي غرامات على كابتن محمود كهرباء ونافى هذه الواقعة فمعناه انها مجرد شائعة ولا يمكن التعامل معها بأكتر من كده ده استاذ حسام قال هذا الكلام يعني الموزيع قامت ايلاله ايه يعني انت بعندكش كواليس لا كواليس ايه ما عندنا بيان رسمي طالع من النادي الأهلي بيقول هذا الكلام مش فاهم الحقيقة يعني انا عندي بيان رسمي بيقول لي طالع من النادي الأهلي ومن كابتن خالد بيبو بيقول انه لم يحدث اي شيء ولم توقع اي غرامات على كابتن كهرباء فالناس طلعة تاني يوم تقول للضيوف اللي معاها يا جماعة قولونا ايه اللي بيحصل وايه الكواليس اللي عندوكو في هذا الامر مفترض ان انا اعمل ايه في حالة زي دي والله انا مش بهاجم حد ولكن خليني اقول انه يعني الناس اللي بتتكلم لازم تبقى وغدى بالها يمكن ما يكونش في خبرة يعني مش عارف الحقيقة يعني مش هروح للجنب اللي ايه اللي هو خبط في النادي الأهلي وخلاص مش هيروح للجنب ده هعتبر ان الكلام ده لأ ما بيحصلش وخليني اروح للناحية الايجابية في الموضوع مع ان ما فيش ناحية ايجابية في الموضوع ولكن الحقيقة ان ده امر غير مقبول بالمر وانا مش عاوز ازود في الكلام في هذه اللقطة ولكن حابب اشيد بالضيف اللي كان موجود واللي اتكلم ورد بكل مهنية بصراحة حاجة محترمة جدا بربع ليه حسام زايد من النقاط رياضين المحترمين ولكن ما عرفش الى متى ستظل هذه الامور بهذا الشكل قلنا الكواليس لا كواليس ايه ده ما فيه بيان طلع لا يبقى انت ما تعرفش الكواليس بقى الكواليس ايه يا جماعة والبيان طالع قال لها كده كواليس ايه والبيان طالع بيانه مرة تانية خالد بيبو توقيع غرامة مالية على الكهرباء كلام كاذب مش انا اللي بقول ولا اي حد بيقول ولكن ده بيان رسمي خرج على الموقع الرسمي للنادي الاهلي تكلم فيه مدير الكرة على هذا الامر وبالتالي يعني استحالة كابتر خالد بيبو او استحالة مدير الكرة في النادي الاهلي هيطلع ويقول كلام وهو ما حصلش فبالتالي يا جماعة خلينا نقفل هذا الامر انا بس حبيت اوري حضراتكم ان هناك نوعية من الاسئلة بتاخدك لاتجاهات انت مش المفروض ان انت تروح فيها كاهلاوي يعني اشتركوا في القناة